اكد رأى درك الناس مشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة قائد التمرين الوطني المشترك لمكافحة الارهاب حرس المملكة واحدة ان مكافحة الارهاب مسؤولية رئيسية في العمل العسكري والامنية من منطلق ان امنة وسلامة مملكة البحرين مسؤولية كبرى تسحق الكثير من التضحيات مشيدا بمباركة حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ودعم جلالته لاجراء هذا التمرين لما يحمله من مصلحة وطنية عليا واضح ان التمرين الذي سيتم اجرائه في مجمع السيف اعتبارا من منساء الخامس من ديسمبر وحتى صباح السادس من ديسمبر الجاري هو الاول من نوعه ويتم من خلال منظومة عمل وتنسيق مشترك على اعلى المستويات بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني كما تشارك في التمرين النيابة العامة كمشرع قانوني منويها الى ان التمرين يتم تحكيمه من جهات خارجية متخصصة بهدف الوقوف على مستوى الاستعداد والجهازية وسرعة الاستجابة وشهد الرائد ركنس مشي خالد بن حمد الخليفة الى ان العمل في الميدان افضل الطرق لتحقيق التجانس والتنسيق ففي التمرين التحضيري والذي جرت في الاشهر الماضية وتضمنت عدد فراضيات متباينة كان هناك تباين في مفاهيم المصطلحات وتطبيق الاجراءات وانتهينا في هذا التمرين الى انجاز الواجبات المطلوبة من خلال تطبيق اجراءات عمل موحدة وقال سموه عملنا بروح الفريق الواحد ورسالتنا اننا لدينا الاستعداد والجهازية لما يؤهلنا للتصديل اي عمال قد تشكل مساسا بامن الوطن وما نحن بصدده لا ينتهي في ميداد تدريب او من خلال عملية مشتركة بل من خلال عملنا العسكري والامني المشترك فالمحافظة على الامن وحماية المصالح العليا للوطن قضية لا تقبل القسمة على اثنين وختم قائد تمرين حرس المملكة واحد بالقول بما شئت الله سيتم البناء في المستقبل على نتائج تمرين حرس المملكة واحد بحيث نشهد تمرين اكبر حجما وتخطيطا وتنفيذا مكافحة الارهاب مهمة تستدعي من العمل المستمر والتضحيات النبيلة الكثير والكثير وعلى مختلف الجبهات في آن واحد خصوصا وان آفة العصر الارهاب لم تعد تقتصر على بلد بعينه بل باتت خطرا يعبر الحدود ويضرب بالعالم اجمع ومن هنا كان لابد من تطوير آليات مكافحته سواء من خلال رفع الجاهزية والاستعداد او تطوير وسائل مكافحة الارهاب على تنوعها وهو ما يتم بدعم واسناد من جلالة الملك المفدل قائد الاعلى حفظه الله ورعاه الذي يضع امن مملكة البحرين وسلامة شعبها في صدارة الاولويات وعلى ذلك جاء التمرين الوطني المشترك حرس المملكة واحد وفق فلسفة حددها له مدير التمرين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي استكمالا للتدريب والتنسيق الامني المشترك والمتواصل بين الوحدات والكتائب والادارات المعنية بمكافحة الارهاب في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني التنسيق بين الجهات المعنية والمطلعة بالسهر على امن الوطن والمواطنين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ونتأكيد هذا التمرين على جاهزية هذه الجهات ونحن واثقون طبعا من جاهزيتها سيشكل رادع كبير لكل من تسول النفسه أن يمس بأمن البحرين وبأمن المواطنين كذلك تبلورت الفكرة الأساسية للتمرين من حرص الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة على توحيد جهود جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب من حيث التدريب وتنسيق الإجراءات بشكل يضمن تطوير أساليب مكافحة الإرهاب والوصول إلى احترافية العمل المشترك للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه وجاء حرس المملكة واحد كحلقة متقدمة في الأداء الوطني لمكافحة الإرهاب أي تعاون أمني مشترك بين مجموعة مؤسسات أمنية وعسكرية سيحقق فواد كثيرة فهو على صعيد التخطيط سيساهم في توحيد القدرات بين هذه المؤسسات في التخطيط لمواجهة أي تحدي خاصة إذا كان تحدي يتعلق بالإرهاب إضافة إلى أنه سيرفع الكفاءة القتالية والأمنية والعسكرية حتى لدى الضباط والأفراد الممكن أن يشتركون في مواجهة أي عملية إرهابية لقدر الله وهكذا تشكل التمارين والتدريبات قاسما مشتركا في منظومة مكافحة الإرهاب وليصبح التمارين الوطني لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد الأول من نوعه فكرا وتخطيطا وتنفيذا يحمل رسالة نبيلة وواضحة تقضي بأن أمن البحرين ومكافحة الإرهاب بات ثابتا أساسيا من ثوابت العقيدة الأمنية لدى رجال المملكة البواسل في مختلف القطاعات الأمنية